مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضالين أحمد الله رب العالمين حمد عبادك الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثمما بعد أحبة في الله سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد هناك دلالات وعلامات بيّنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من يحبهم رب العباد ومن يبغضهم يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي جبريل في الملائكة يا ملائكة السماء يا ملائكة الأرض إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبوه وتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض يا الله العلامات دلالة محبة الله للعبد أن يحبه الناس مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت قالوا وما وجبت يا رسول الله قالوا وجبت لصاحبكم الجنة فقالوا كيف قال ألا تعلمون أن الخلق أن ألسنة الخلق أعلام الحق أنتم شهداء الله في الأرض فإذا لما يجمع الناس على محبة إنسان سبحان الله ولذلك الله من كرمه إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا حماه من الايه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام حتى يشفى يعني إحنا ما يكون عندنا طفل ممنوع من أكل كذا وكذا عشان عنده حالة مرضية معينة ليس هذا كراهية لهذا الطفل نحن نحبه فالله ولله المثل الأحلى لما يحب عبده فلان يمنع عنه إيه يعني سبحان الله العظيم يمنع عنه الدنيا كما يمنع صاحب الطعام إيه أو صاحب والد الطفل طفله من الطعام ليس كراهية له وإنما محبة له إن أشد الناس بلاءا الأنبياء فالأولياء وفالأمثل وفالأمثل حتى قال علي في قضية الصبر على البلاء سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وأصبر حتى يأذن الله في أمري وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر هذا من كلام يعني علي سلالة بيت النبوة في هذا الأمر سبحانه الله العظيم فالإنسان المسلم الصادق لما يشتد الابتناء عليه يعلم أن الله يحبه ولما رب العباد يحب العبد يعطيه دلالات أول دلالة أن يفتح له أبواب الطاعات حتى وإن لم يسر نحوها ويغلق في وجهه أبواب المعاصي حتى وإن سار نحوها وأيقظه دائما من غفلات فتجد دائما موصول بالله تجد كمان يرزقه بصديق صالح إن رآه غافلا ذكرا وإن رآه ذاكرا أعانا وتجد سبحان الله العظيم أن هذا الإنسان الذي يرزقه يرزق هذا الإنسان به سبحان الله أول ما يراه تذكره بالله ورؤيته ويدل على الله حاله ويزيد في علمه منطقه سبحان الله كل هذه الأشياء الطيبة رب العباد سبحانه وتعالى دلائل محبة الله عز وجل يجد العبد نفسه لذة في العبادة يريد أن يمسك المصحف لا يتركه يريد أن يذهب إلى درس العلم لا يريد أن يريد أن يصلي وراء المصائل وراء الإمام لا يريد أن ينتهي يحب بإيه سماع كلام الله عز وجل أي سماع تاني يأنف منه الله عز وجل يعني يسر له أمر الطاعة يقض بالليل الناس نيمة هو يستيقظ ليصلي لله يجد له أعمال خير عجيبة يقول له أسرة فلان مثلا تحتاج كذا هو ربنا يصل له هذا المبلغ ويعطيه فرب العباد إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه فيحبه جبريل بالله عليك رئيس الملائكة يحبه فيأمر الملائكة أن تحبه وهذا حب بالأمر لأن الملائكة يفعلون ما يؤمرون لعلاقة لهم بالتفكير وعرض المسألة على العقل لهم يفعلون ما يؤمرون لما ربنا يأمرون بشيء يأتمروا به سبحان الله يا ملائكة السماء الملائكة أحب عبدا إن الله يحب عبدا وفران وإني أحبه فأحبه فيحبه الملائكة ثم يضع له القبول فران تجد كلمة منه طيبة تهدي ناس تجد فعل منه حسن يجعل الناس سبحان الله العظيم وعدين يعني دائما إذا ذكر يعني بالله عليكم من منا رأى أبا هريرة لا أحد لكن لما نسلع كلمة أبو هريرة عبد الرحمن بن أبي صخر الدوسي رضي الله عنه كلنا يحبه ليه لأن الله يحبه لما نقول أبو بكر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه عمار رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله بلال بن أرباح رضي الله عنه دعاء ملايين الملايين تدعون لهذا ليه لأن الله رضي عنهم ولأن الله أحبهم فجعل لهم هذه الذكرة الطيبة لمنذكر الأنبياء عليهم السلام لمنذكر الصالحين سبحان الله أبو حنيفة شوف مات سنة كام 150 هجرية في القرن الثاني ورغم ذلك ماذا نقول يقول أبو حنيفة قال الله الأبو حنيفة قال قال لا ده هو الناس موتى وأهل العلم أحياء لأنه بصلاحه وبتقواه رب العباد جعل ذكره ايه على ألسنة النار فنستدعو له وتذكره وتقول يقول أبو حنيفة مش قاله لكن احنا ممكن نقول ايه قال الرئيس فلان اللي جئ سنة 1950 قال وانتهى ومات والرئيس الأسبق والوزير الأسبق لكن ما فيش أبو حنيفة الأسبق ولا ابن تيمية سابقا ليه لأن ابن تيمية ما زال يعيش بكلامه بيننا هذه الصدقة الجارية وهذا العلم النافع ليه لأن الله أحبه الصحابة كلهم رضو الله عليهم كل الصحابة يذكروا بالخير التابعين رضي الله عنه لا نعرف صفاتهم بالله عليك ربما لا نعرف إلا الصحابة الكبار المذكورين كثيرا أن أبو وكل كان قصيرا وغزير الشعر وكان عمر طويلا أصلع وكان بلال أسود اللون وكان عبادة بن الصامت كثير السواد ولكن كان طويلا مهيبا دخل على المقاوكس فذعر منه سبحان الله هذه الصفات ربما لكن بقيت الصحابة ما شكلهم لكن نحبهم لماذا؟ لأن الله يحبهم لماذا؟ لأن الله وضع لهم القبول في الأرض فلما تجد أن الناس تأنف منك أو تتقيك اتقاء لشرك أو تحتدمك اتقاء لشرك أو تحتدمك عشان الكرسي اللي تجرس عليه طب إذا ول الكرسي ول الاحترام إذا مات الكرسي مات الاحترام إذا تبخر الكرسي تبخر الحب لا أنا مش حاجز الشيء الموصول بشيء لا أنا عجز شيء أنت موصول بالله عز وجل فلما توصل بالله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس وهي أرقى المراقل أن تحب في الله مر رجل أمامهم قال هذا الرجل يحبني قال وما أدراك يا ابن عباس قال لأني أحبه المحبة بين الأخوة مع بعضها سبحانه الله المسلم الصادق يحب أخاه يمكن ما يعرفش اسمه تجد كده سبحانه الله ولذلك تجد أهم شيء في المحبة المحبة التي تتم عن طريق مجالس العلم والصلاة الخمس في صلاة الصبح قلبك يهفو إلى واحد معين كان عمر يقول أين أخي معاذ هانذا يا أمير المؤمنين يقول والله ذكرتك بالليل فأوحشتني فبكيت فيلتزم معاذا عمر ويلتزم معاذا عمر رضي الله عنه ويبكي كلاهما محبة من سبحانه الله إذا التقى المسلمان فتصافح تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشات إذا نظر الأخ إلى أخيه نظرة حب ومحبة وحنو يعني سبحانه الله نظر الله إليه نظرهما نظر الله إليه نظرة لن يعذبه يوم القيامة أما الذين ينظرون إلى الناس كبرياء وازدراء وتحقير وتصغير ألا تدري من أنا ألا تدري ابن من أنا ألا تدري من تكلم أنت يا أخي ألا تكلم من يعني أكلم ابن التراب أنت من من أنت لا أنا ولا أنت كلنا لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربين على أعجمين ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فأحبه جبريل ونادى جبريل الملائك فأحبته الملائكة ثم يضع له القبول في الأرض قبول العمل وقبول الفعل وقبول الشخص يعني قبول القول قول لما يخرج كلمة طيبة كذا سبحان الله العظيم وبعدين الفعل نفسه يتحول إلى إيه إلى عمل صالح العمل الصالح يثمر شيئا كبيرا سبحان الله فأنا أريد أن أقول إن الإنسان واجب عليه أن يبحث عن محبته لله كيف هي محبتك لله أن تسارع إلى مرضاته أن تسارع إلى التوبة من الذنب أن تسارع إلى إخراج زكاة المال أن تسارع إلى تزوج البكر إذا جاء من ترضى خلقه ودينا أن تيسر على الناس أن تيسر على المعشر أن تقرض الناس أن تزكي أن تتصدق أن تتصدق بالكلمة الطيبة وبالبسمة الطيبة وبالنظرة الطيبة وبالعمل الطيب عندئذ نكون فهلا ممن يحبهم رب العباد سبحانه وتعالى ويوضع لهم القبول في الأرض يعني بالله عليكم هل ترك لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم شيئا لنجتهد فيه أبدا الله إحنا بس نجتهد في العمل نجتهد في الفعل وهذه أمور واجب على الإنسان أن يصنعها حتى يأمن مجتمعنا لن يأمن مجتمع الإسلام ولا المجتمع العالمي إلا بعودتنا إلى المنابع الأولى منابع الكتاب والسنة والعالم كله ينتظر من المسلمين الكثير وما قدم المسلمون إلى اليوم شيئا يذكر نصرة دينهم وإعلاء رايته اللهم إني أسألك في هذه الأيام العظيمة وفي هذه اللحظات الطيبة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين ومن أراد بالإسلام سوءا فاردد الله مسوه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم أعن ولا تعن علينا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لا تنسونا من صلح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع دائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر